طبعا ما زلنا بنحتفل مع حضراتكم بالذكرى الواحد وخمسين لحرب أكتوبر المجيدة والمعارك اللي ضرت أثناء الحرب واللي جسدت انتصارات استراتيجية لقواتنا المسلح من أبرز هذه المعارك معركة اسمها المزرعة الصينية أو كما قيل عنها ساعات الجحيم التي لا ينساها العدو وقعت هذه المعركة يوم 15 أكتوبر سنة 73 في الضفة الشرقية لقناة السويس وشارك فيها رحمة الله عليه المشير محمد حسين طنطوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق النهاردة احنا بنحتفي بهذه المعركة القوية اللي النهاردة ذكرها ويمهى المشهود اللي ضربنا فيه أروع الأمثلة في التضحية وفي الشرف وفي القتال بالجندي المصري في ذكرى معركة المزرعة الصينية خلينا نرحب بسيادة الواق وقل ربيع مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية سيادة الواق احنا سعداء بوجود حضرتك أهلا وسهلا أهلا وسهلا بكم سواء الخير يا فنم حضرت طيب وقال في مصر كلها بخير يا رب ان شاء الله طيب ليه دايما لما بنذكر المعركة الصينية أو المزرعة الصينية دايما بنقول إنها واحدة من أشرس وأهم المعارك في حرب أكدو بص حضرتك أنا عايز أقول في البداية إن احنا لازم نشوف هي كانت أشرس أشرس المعارك ولأن خسائر العدو كانت فيها مش طبيعية خسائر العدو الإسرائيلي فيها ما كانتش صار طبيعية بس أنا عايز أقول أوضح نقطة قبل المدخل في المعركة بسرعة جدا أنا عايز أقول إن الصلاة الكتوبر ديت هي درة التاريخ الحديث المصري كانت يعني جميع المحللين استراتيجيين في العالم على اختلاف آراءهم شهدوا ببراعة التخطيط وبراعة التنفيذ في حرب أكدوبر الفترة بتاعة المزرعة الصينية المعركة بتاعة المزرعة الصينية سبقها أحداث مهمة جدا 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 خلت العدو يبص للمزرعة الصينية ولكنه فشل أخبرها داك إزاي الجيش المصري كان بعد 5 أكتوبر كان بدأ يعبر القناة ويعمل رؤوس كباري رؤوس كباري ديت اللي هو الخطوط اللي هو بيقف عليها ويبتدي يعزز الدفاعات بتاعته العدو في الوقت دوت عمل هجمات مضادة عشان يستعيد الأوضاع لأن طبعا قدرته والردع الاستراتيجي والجيش اللازل اللي يقر كل الكلام ده سقط بقبور القوات بتاعتنا لقناة السويس فعمل هجمات مضادة على جميع في اتجاه الجيش الثاني والجيش الثالث فشلت هذه الهجمات كان لازم يرجع تاني ويقول طب أنا عايز أحرك أحرك الموقف أحرك الموقف أرجع حاجة كده عشان الناس في إسرائيل يبتدوا يعني يرجعوا ثقاتهم في الجيش اللازل اللي يقر ده فبدأوا التوقيت ده برضو خبالك فيه نقطة هم جدا جدا 13 و14 كان بدأت القوات الأمريكية تعمل جسر جوي لدعم القوات الإسرائيلية كان القوات الإسرائيلية على وشك الانهيار جلد مقير بدأت تعيط تعيط تبكي في التليفون لكيسنجر وبتقول له إسرائيل بتنهار إسرائيل إنقذوا إسرائيل بدأت الجسر الجوي يشتغل بدأت الدبابات والطيارات أمدوا إسرائيل بـ 28 ألف طن زخير ومعدات أمدوا إسرائيل بـ 100 طيارة فانتم أمدوا إسرائيل بعدد دبابات M62 بدأت الطائرات الإسرائيلية تعمل استطلاع لإقاط القناة لقيت إن فيه فاصل ما بين الجيش الثاني والجيش الثالث فقال له إسرائيل أخدت وقت ده قرار إن هي تنفذ عملية الغزالة والعبور غرب القناة وتبتدي تحوط الجيش الثاني والجيش الثالث الصغرة دي بستعاف الصغرة من خلف طب ما هو العائق أمام هذه الصغرة الكتيبة 16 بتاعة الله أرحمه المشهير محمد حسين تنطوي اللي كانت في منطقة الدفرسوار فقال لك إحنا لازم دي الأول نبتدي نزيح الكتيبة دي فبدأ شارون فيه الفرقة بتاعة شارون اللي هي 143 وفرقة أدان اللي هي 162 بدأوا يدخله أدان ده كان موجود في الساح على الطريق الساحلي فوق بدأ ينزل تحت على الطريق الأوسط وشارون موجود على الأوسط فاتفقوا أنه هم أو الخطة كان بتقول أن أدان يخش بالفرقة يوسع الصغرة يمين وشمال عشان شارون يخش من النص ويخترق القناة ويعمل الراس كبري ويعدي يطوق الجيش الثاني والثالث المشكلة هنا برضو مازالت فيه كاف 16 مشاهة بتاعة المشير محمد حسين تنطوق دخل ودخل وقال لك خلاص إحنا الكتيبة دي طب تخش لها إزاي بدبابات قال لك لأ الطيران الأمريكي بدأ يعمل استطلاع ويبعد صور جوية للجيش الإسرائيل وطبعا دي كانت معلومات ذات أهمية استراتيجية خطيرة جدا أنت عاب بتحارب وفيه طيران فوق هي إسرائيل غاوية كده يعني ما بتعافش تحارب لو أمريكا تيجي تساعدها فأخذ بحث لك إزاي فالطيران بدأ يعمل اسكان على المنطقة دي تعرف منطقة المزرعة الصينية المزرعة الصينية دي على فكرة ما اسمها الصينية هو التاريخ بيقول إن مصر قبل 67 كانت عاملة المزرعة دي كانت مزرعة لتجارب عشان يشوفوا الأرض صالحة للزراعة ولا لا فاليهود لما احتلوها بعد 67 لقوا عليها الحروف فقال لك دي صينية خلاص بقت اسمها المزرعة الصينية واخد بقى أتلك إزاي التصوير جاء وقال إن فيها كتيبة المشير المقدم حسين طنطاو في هذا التوقيت لما بدأ يشوف الاستطلاع وكانش زمان بقى الاستطلاع من على بعده ولأمار الصينية وكان الطيران لازم يبقى واطي شوية فشاف الطيران فبدأ يعدل في أوضاع الكتيبة بتاعته لأنه مرصود هو عارف إنه هو خلاص أنا مرصود وبدأ يرتب الأوضاع بتاعته وبدأ يرتب العناصر بتاعته واخد بالك عايزة أقول نقطة مهمة دي كتيبة مشاهة الكتيبة مشاهة احنا كانت أحد مشاكلنا في حرب 73 حجم الدبابات الكبير للعادة الإسرائيل فكان لازم إحنا عشان نتغلب على هذا نعمل أطقم قنص الدبابات أطقم لقنص الدبابات وفعلا أنت أخذ بالك شارون كان معاه فرقة فيها 300 دبابة أو بالدقة يعني 200 حاجة و60 دبابة أدان كان عنده رفس الرقم 300 دبابة والفرقة اللي بعدين تنجن اللي هي حاجزة تخش تاني وراها يعني هم هيعملوا كده ويخشوا زي الأطقم كده ورا بعدين في الصغر فعندك كم كبير جدا فبدأ المخدم حسين تنطوي بقى الجوشيح حسين تنطوي يرتب أوضاع الأطقم القنص بتاعته ويبدل أوضاعها من وقت للتاني لما جاء فالعادو قال لك إيه قال لك أنا مش هخش عليه بدبابات أنا هخش عليه بكتيبة المظلات الأول كاتبت المظلات دي لما دخلت حصل فيها من 300 واحد 120 واحد قطيل الرقم طبعا 50% حتى عندك 50% في قواتهم مسلحة عن الوحدة دي شكرا تطلع بره التقييم خالص الكلام ده مش كلامي الكلام ده قائد اللي هو المظل اللي قاله في اعترافات بتاعت لجنة أجرانات قال في هذا اليوم الأسود أنا فقدت 120 جندي أنا عايز أقول لك برضو هنا النقطة المهمة المشير تنطوي كان زكي جدا هو كان في المكتب بتاعه وقال للعساكر بتاعته أنا حريح لو في أي حاجة يتبلغ على طول قالوله في طيران قالك طيب عدل الأوضاع تاني قالوله إحنا شايفين دبابات بدأت تخصه أفراد مشاه ده كان كله قائم على الملاحظة بتاعت الفرقة ما كانش فيه وقتها بتاعت اللوة والكتيبة لكن ما كانش فيه اي دعم استخباراتي اي دعم لوجستي في المرحلة دي كان كله عناصر الاستطلاع بشرية عناصر الاستطلاع بشرية هي القادة والمرقبة اللي بالنظر قاعد بتديله المعلومات دي فقالوله فيه الناس بدأوا يتحركوا الكلام ده كان بالليل بدأوا يتحركوا قال لهم طيب الناس ما يحدش يضرب طلقة غير لما نقول خب بالسادتك هنا القيادة هنا الانضباط خب بالسادتك هنا القيادة وهنا الانضباط فضلت العساكر حبس الاطلاق النيران لغاية توقيت معايا لغاية لما المشير حسين الطلطوي قال لهم اضرب النار عند توقيت معايا خساير طبعا كانت زي ما بيقولوا دلوقت هنا ايه من المسافة صفر كانت الطلقة ما كانتش بتخيب وغل ذلك كانت الخساير البشرية في الكتيبة دي كانت كبيرة جدا فراح العضل صحب الكتيبة دي خلاص الكتيبة دي ما تنفعش خاطل بقى شعب الكتيبة دي وبدأ يدخل الدبابات انا عايز اقول له حضرتك ان شارون لما دخل بالدبابات عشان يعدي بقى من الكتيبة دي برضو واخد بالسالتك ازاي عنده متين اللي هما متين وستين اه متين ستين متين خمسة وستين دبابة اللي اتقتل منه تلتمائة عسكري تلتمائة عسكري من اللي هو بتاعه وسبعين دبابة يعني انا عايز اقول لك فمعركة واحدة من معارك الحرب الكتيبة دي الكتيبة دي صمدت صمود غير عادي الجيش المصري يعني 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 الجيش المصري في حرب اكتوبر عمل ارقام قياسية يعني انا عايز اقول لك حاجة يوم ستة اكتوبر لما عبرت القناة جميع المحللين الاستراتيجيين في العالم العسكريين في العالم قالك قالك احنا ما شفناش جيش مشاه بيحاربوا لمدة ست ساعات من غير دبابات احنا العسكر بتاعتنا عبرت القناة وبدأت تعمل عملوا الصغرات في السادر الترابي ست ساعات من غير دبابة بس ما تعبر بعد انت عملت الكباري كله بيحتاج الاسناد باستمرار فده طبعا ده رقم خياسي كاتبة المزرعة عملت نفس الكلام كاتبة مشاه امكانياتها يا فن عادي جدا مدفع ميم دال والار بي جي سيفن واطقم قنص الدبابات والمدفع والهونات وعساكر ببالسة التكسيبك انت بالاسلحة عساكر عندها عقيدة قتالية ان هي تحقق الهدف احد النقبة اللي هم كانوا موجودين مع المقدم حسين تنطاوي وقاية السرية قال له انا عايزك تاخد الجنب اليمين بتاع الكتيبة ده والدبابات دي ما تعديش قال له خلاص قال له مش عايزة تعد قال له لو عدت يبقى عدت على الميت عسكري بتاعي على جسة الميت عسكري بتاعي انا عايزة اقول لك في عقيدة فيه اسرار على تحقيق الهدف واخر بالسة مش هيعدوا يعني مش هيعدوا فيه تقف القادة كمان وفي رؤيتهم ان احنا بقى مش قاعدين نتناقش في وقت المعركة القرار تم اتخاذه وينفذ بحزفيره علشان نقدر نجني اتمر لا حضرتك ساعة المعارك المعارك ننسى موجوها النخاش المعارك ده فيها اوامر وبعدين برضو هنا نقطة مهمة جدا التدريب التدريب ده والكفاءة القتالية حاجتين يعني دولة لو مش موجودين يعني اي جيش شكرا ما ينفعش يعني الجيش الجند المصري كان مضرب تدريب راقي جدا 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 انت عندك فيه ناس اللي ضرب 28 دبابة على الجند عبدالعاطي واخبال ستك كان فيه ناس ضربت ارقام قياسية في حرب اكتوبر ده انما المزرعة الصينية وحرب المزرعة الصينية المعركة بتاعت المزرعة الصينية لأ كان فيه قائد كان الله المرحوم المشير من محمد حسين طنطوي كان قائد عارف يدي الاوامر امتى وفي التوقيت امتى مع جنود ومع جنود وزباط عندهم انضباط غير طبيعي ومدربين تدريب راقي عشان كده النتيجة كانت خسائر المهولة لأ وبعدين الخسائر دي على فكرة ده اعترافات القادة الاسرائيليين في لجنة اجرانات انت عندك في 2008-2013 اسرائيل اعلنت ان هي هتفرج عن الاوراق او الوسائق بتاعت التحقاب بتاعت لجنة اجرانات حققت مع قائد اللوة ده اللي بقول لحضراتك عليه ده اللي قال كان فيه يوم الاسود اللي اتقتل مني عندي 120 شارون نفسه اعترف بالخسائر اللي حصلت في الدباء بتاعته بل بالعكس بقى شارون ده كمان له موقف ضريب جدا من ضمن الحاجات دي هم بقولوله في المعركة في المعركة في المعركة دي بقولوله انت ايه اللي بهرك في الاسناء القتال ده قالك الجند المصري قالولي مش توقيت الحرب اقول لهم لا قال لهم الجند المصري الجند المصري اللي انا شفته بيحارب في المعركة دي ما شفتوش سنة 56 وما شفتوش سنة 67 اخي بلس انت اجزاي فده ده هنا يعني انت عندك انت انتصاراتك من من جانب اعترافات العدو دي طبعا دي تعطي يعني انا عايز اقول لك دي حاجة بتاج فوق رصنا طبعا بتزيد الثقة فينا اخي ببالك وبتعرفنا ان فعلا انت عندك الرئيس مبارح كان من ضمن الحاجات اللي بتكلم فيها ان انتصارات اكتوبر دي كان احد اسبابها الرئيسية تماسك الجبهة الداخلي الجبهة الداخلي دي معناها العسكري العسكري اللي هو بيحارب جنبي معايا في الكتيبة معايا في اللي هو هو العسكري ده من الشعب المصري اخي ببال حضراتك ازاي وانتهت المعركة عند هذا الحد انتهت المعركة بقى لا هو انتهت المعركة طبعا لانك انت يعني ايه الخسائر الخساركة كبيرة جدا وخساركة عندنا احنا كبيرة احنا ما نقولش ان احنا احنا مش بمثل فيلم لا فيه خسار عندنا واحدة في مواجهة 3 كتايب او كتبتين والتالتة مستعدة للدخول فاكيد طبعا بامكانيات احنا بتكلم على فرقة احنا بتكلم على ست لوقات ست لوقات داخلين باليعني اللي هو فيه 111 دبابة نقول الخسار اللي كانت قبل كده وبتاع يعني نقول 100 دبابة اخي براحة دلاج ازاي فانت عندك فيه 300 دبابة داخلين عليك فطبعا كان فيه اوامر بقى انك انت لقى ارجع شوية بقى كده عشان ايه يعملهم كمين انما هو كان فيه النقطة اللي كانت قوية جدا في هزيل ده ان الكتيبة كانت صنده صمود غير عادي ولذلك هو اللي حصل ايه اللي حصل انه هما سابوا الجنب اليمين بتاع الجيش التاني وبدأوا يلتفوا فين نحية الجيش التالت اللي هو سويس يعني الجيش التالت ما كانش فيه قوات كان فيه البحيرات يعني ما كانش فيه قوات يوافع فبدأ يلتفوا من الجيش التالت لانه هو فشل في انه هو يعني يخش في تجاه الإسماعيلية في تجاه الجيش التاني فده هنا احنا كعسكريين بنقول ايه ما هو الهدف أنا كراجل عسكري كتيبة بتاعتي أو اللي هو بتاعي ليه هدف أن أنا أوصل للنقطة الفلانية واحتلها احتلتها يبقى أنا حققت الهدف يبقى أنا انتصرت ما احتلتها شيء يبقى أنا فشلت طب إزاي المعركة دي كانت فارقة في حرب أكتوبا أيه طبعا أنك أنت عندك هدف العدو إيه بقى أشكرك على السؤال ده هدف العدو إيه هنا في الحتة دي هدف العدو أنه هو عايز يعمل صغرة يلتف بيه على يحتل الجيش الإسماعيلية ويحتل السويز يلتف من وراء الجيشين انت عندك قوات بتاعتنا في الشرق ويبتدي يضغط من وراء من الإسماعيلية والسويز على الجيوش من خلف ويبتدي يعمل هجمات مضادة يستعيد الأوضاع فيها ويرجع قوات بتاعتنا غرب القناة تاني أخي برها داك إزاي فهنا طبعا صمود الكتيبة دي قد لأن الكلام ده كله يتغير كل الأهداف ده هيات لم تحقق هو لم يدخل الإسماعيلية ولا شاف الإسماعيلية خالص ولا شاف السويز خبالك هو كان يعني أنا عايز أقولك ده معراق السويز دي دي قصة ده عايزة مش حلقة ده عايزة يعني عايزة أسبوع نعود تتكلم فيها لأن السويز كان فيها الجيش وكان فيها الشرطة وكان فيها الشعب عشان كده إسرائيل ما دخلتش السويز ولا الدبابة اللي كان بتخش كان بتتضم أخبرها حضرتك إزاي فأنا عايزة أقول إيه السمود هو اللي أفشل أفشل أهداف العدو في تحقيق في التحقيق أي أهداف من أهدافهم سمود الجيش المصري سمود الكتيبة الكتيبة بتاعة المشير حسين تنطاوي سمود الشعب في السويس كل السمود وقناعتهم وعقدتهم أننا لأ أنا من هزمش السمود مع التخطيط الاستراتيجي والعسكري طبعا يعني طبعا التخطيط بص حضرتك التخطيط الاستراتيجي ده إحنا عندنا كان فيه تخطيط استراتيجي راقي إلى أبعد الحدود كان فيه خطة خداعي استراتيجية راقية إلى أبعد الحدود باعترافات العدو أنا ما بتكلمش أنا كظابط مثلا كنت فيه من أيام يعني عارف العمليات لا أنا بحب أتكلم من وجهة نظر العدو هو ده اللي بتخلي المعلومات حقيقة نعم أخي بقى حضرتك إزاي المعلومات حقيقة العدو اللي اعترف إن الخطة تخداعي استراتيجي هنريك سينجر كان بيقول على السادات قالك كان من الصعب إنك أنت تعرف إيه اللي بيدور في دماغ الرئيس الراحل عنوار السادات ده ده اعترافك اللي هو يعني كسينجر ده اللي كان بيسموه التعلب تعلب السياسة الخارجية الأمريكية أخي بقى حضرتك إزاي كان كده فأنا عايز أقول لا إحنا كان عندنا اعترافات من جميع المحللين بالتخديط السراتيجي راقي جدا خطة خداعي استراتيجي راقي جدا جنود عندها أو قياء جيش عنده قناعة وعنده عقيدة إنه هو عايز حقق الهدف النصر أو الشهادة زي ما دايما بنقول نصر أو الشهادة طبعا بكل تأكيد والجميل كمان في كلام حضرتك في القصة كمان حضرتك شرحت قصة كمان وقصة المعركة إنه الأجيال والشباب الصغير اللي بتفرج عنها دلوقتي يكون عارف إيه اللي ضرب الزبط في هذه المعركة ودي كان الجزء من حرب أكتوبر الحرب الكبيرة اللي انتصر فيها جيشنا طبعا حضرتك عصرته أهلين عصروا الكلام ده إحنا اتحكى لنا من حضرتك وكان لازم إحنا كمان كلنا بقى مجتمعين نحكي للأجيال اللي جاي عشان يعرفوا ويفخروا دايما بقواتهم المسلحة كل شكر لحضرتك اللواء دكتور وائر ربيع مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية شرفتنا ونورتنا كل سنة حضرتك شكرا طيزين شكرا طيزين كل سنة طيبين